اهلا بحضراتكم جديد ده طبعا الاختبار الاول والجاد للجهاز الفني الجديد بعد تلت ايام اه للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلس كيروش المدير الفني للمنتخب اللي كان اعلن تسع محترفين ضمن القائمة اللي المفروض بعدها هيعلن القائمة المحلية لهذا المعاصر لكن على ذكر المنتخب وبدايته اللي ان شاء الله تعالى يكون بداية جيدة وكل التوفيق للكابتن ضياء السيد والكابتن محمد شاوي والكابتن واق الجمعة مدير الجهاز بالتوفيق مع مستر كارلس كيروش لكن الحابش مهندس ما يتعلق باختيار المحترفين فجينا باختيار الجهاز لمصطفى محمد اللعب الزمالك المعارل احد الجلات اسرائي التركي ضمن القائمة والغريب جدا انه الاتحاد رماها على كيروش وكيروش رماها على الاتحاد بنفس طريقة المهندس احد للي قالك زقها بالعصايا الاتحاد لما جيه ياخد عقوبة ضد مصطفى محمد لتجاوزه العجيب والمنفلد جدا ضد الكابتن حسام البدري والجهاز السابق في مباراة المنتخب في الجابون اتحاد الكرة قالك ما تركها ليه الجهاز الجديد للمنتخب الجهاز الجديد للمنتخب اما رجعها له بالعصايا وقالك لا ما حصلتش في عهدي فانا مش مسؤول عنها هنا انا بربق باللجنة السلسية اللي بده يدير اتحاد الكرة ان تتهاون في عقوبة سلوكية خاصة الامر يتعلق اه الجهاز الفني مشي كابتن حسام البدري مشي بس الاخلاق ما مشيتش الانضباط ما مشيش واعتقد كان من الوصول من الان تنسيبها الكيروش هو لازم يا استاذ ابراهيم التجاوز يبقى في حد منهم عشان العقوبة تصدر ده حتى عقوبة الكابتن شكبالة اللي طول ناري تكلمونا على ان فيه تخفيف فيه تخفيف لا يذكر اطلاقا ان جزء من هذه العقوبة لاه علاقة بتجاوزه في حق النادي الاهلي خالص ما جاش سيرة النادي الاهلي الا بتلميح كده في سبب العقوبة في الاول فانت انت بتتصرف انت لا تحمي احد انت لا تحمي قيم انت لنحمي اللاعب لقاء النلطان لانك بتساعده على التمادي في خطأه انت لا تحمي مصطفى محمد الذي مهما قيله في تبرير ما فعله السباب واضح والبسق واضح وفيه اتجاه يعني هو كيروش لازم البسكة تروح لهو تروح لهو ولا تروح لحد في اتحاد الكرة التصرف يا جماعة انتوا بتعلموا الناس ايه ابو سئدكم ايه الجدوى يعني يا اخواننا ده 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 انتوا بتشوفوا كابتن محمد صلاح نفسه ما درش يغير نتيجة مباراة الجابوك اه انما لو انت تصرفت صح الفرقة كلها هتروح في حتة تانية او ما تروحش في النهاية يبدو بالصحة صحة يا حبيبي كاسي الامة وراح منك عشان اه الانفلات الانفلات اللي حصل فيه اه سوء مستوى الفريق في كاسي العالم راع سبب الانفلات الانفلات اللي حدث على كل الاسعيدة والناس بتتكلم احنا مبنكسبش حاجة طب اكسب قيمة اكسب تعليمة اكسب يا اخي اقول انا اخسرت عشان انا متمسك بالمبادئ اخسرت عشان عايز ادعم قيمة اخلاقية انما ايه اللي احنا فيه ده غير معقول اطلاقا ان احنا لا نغير وده ليه لان نفس الزهنية اللي احنا ماشيين بقالنا اكتر من 10 ا 12 سنة بيها وربما تمتد اكثر من هذا لا والله في البداية كان فيه يعني فيه كان فيه اه حساب بيحسم اتحاد الكرعة تجاه التجاوزات دلوقتي التجاوز يحدث طالما انه مش جاي مش لمسني ها صحيح يعني يعني هو فيه ايه يعني يعني فلسافة جوحة دي لازم نبطالها بقى شوية احنا يبقى عندنا ثوابت اذا ما كسبناش نكسب الدفاع عن القيم والسلوكات على الناس تحترمنا انما لا لاعيب بيحترم حد ولا داري بيحترم حد ولا مسؤول بيحترم حد ولا بالتالي اعلام حيحترم حد ولا رأي عام حيحترم حد هتجد الخيط اللي يربط جميع الناس التحفيل والتلقيح والمكايدة هو ده هنخلص من الكلام ده امتى لما يبقى عندنا منهج ضد التجاوز ولتكن العقوبة والله ما احنا جربنا وشوفنا الاهل ما بياخد هذه العقوبات ربنا بيكافؤوا بالنتائج برضه ما لهاش دعوة انت عندك فرقة عندما يعني الفرض يبقى اعلى من المؤسسة هنا الخطورة كل الخطورة هنا الخطورة كل الخطورة ايا كان هذا الفرض ايا ايا كان هذا الفرض بينتمل اي نادي بالزبط ما ينفعش اي فرض ولا اي نادي يبقى فوق النظام العام اطلاقا